معالي وزير الزراعة السيد القصير راح زار مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة فاكرين مستقبل مصر زراعي هناك في الضبعة فاكرين المشروع ده فاكرين الامح والبطاطس وبنجر السكر حلو خالص انا راح نزورنا وعملنا عليه تقرير كان لطيف او حلقة كده كانت جميلة جدا انا راح بالناس كو اهو اهو بس دي بقى مش من التقرير يعني دي من زيارة معالي وزير الزراعة احناك لمستقبل مصر الزراعي انا مش شايف قوي بس انا اعتقد ده سيادة المقدم بهاء المسؤول عن المشروع وقف جنب الوزير اهو على شماله صحي كده اه اكد وزير الزراعة انه جاري العمل في المرحلتين التانية والتالتة من المشروع وبمساحة حوالي 700 الف فدان احنا معانا على التليفون معالي وزير الزراعة اهلا بحضرتك يا فندم اهلا ناسب بيه ازاي الصحة كله تمام الحمد لله الدنيا والحمد لله كويس جعل الله اياديكم خضراء دائما يا رب يا رب مستقبل مصر الزراعي فندم احنا كده مخلصين كم فدان والمرحلة اللي بنشتغل عليها كم فدانة فندم اهو طبعا يعني مشروع مستقبل مصر زي ما حضرك قلت في المقدمة وده بيعتبر باكورة مشروع تلك الجديدة العملاق حلو هو دلوقتي بأزاري يعني ده مشروع له دور في الامن الغذائي ويعني يعتبر من المشروعات الكبيرة جدا هو حاليا دلوقتي المشروعات التي تعتبر يعني المساحة التي تعتبر ان زارعت فعلا حوالي 350 الف فدان دي المرحلة الاولة حلو 350 الف عندك المرحلة التانية والتالتة حوالي 700 الف فدان يعني هو مساحة المشروع حوالي 1,5 مليون ألف فدان 1,5 مليون ألف غايل فده طبعا لك ان تتخيل ان انت بتضيف مساحة 1,5 مليون ألف فدان في مكان واحد ده يعادل حوالي 30% من مساحة الدلتة القديمة ده الـ 31% بتضيفهم بقى محاصيل استراتيجية وزي ما حضرتك شفت كده محاصيل الأمح والدرة والبنكر والنهاردة كنا بنشوف موضوع التقاوي اللي هو كيسية الرئيس وان احنا يعني من الملفات المهمة لو تسمح لي أشرحهم طبعا ياريت التقاوي ده مهم جدا ياريت موضوع التقاوي ده على اساس انه زي ما بنقول الدولة بتلجأ الى تعظيم ملف الأمن العزائي على محاور متعددة محور التوسع للأفخي اللي هو زيادة مساحة الرقعة الزراعية زي مستقبل مصر زي مشروع توشك الخير زي شمال وسط سينة زي جنوب الوادي زي غرب المينيا زي شارعي عوينات مشروعات كتيرة جدا ودي الدولة بتنفق عليها المليارات لكن على الجانب الآخر بقى التوسع الرأسي ان انت بتصطنب التقاوي كويسة جيدة انتاجية عالية مبكرة النظر خليط الاحتياج للمياه بتتعامل مع الاجهادات البيئية كل الحاجات دي وبالتالي توجيه سيادة الرئيس ان احنا نزود التقاوي المعتمد نتوسع فيها يمكن الحمد لله حضرهاك احنا توسعنا في التقاوي المعتمد لمحصول الأمح يعني السنة دي ان شاء الله هنصل الى 70% 20-23 هنصل الى تغطية التقاوي المعتمد بالكامل لكل الاحتياجات احنا كنا لأول مرة بنزرع تقاوي لمحصول فلسوية احنا زرعين السنة دي يعني حوالي 3000 فدان هنستخدمهم كلهم للتقاوي منهم حوالي 600 فدان في مشروع مستقبل مصر كنا بنشوفهم النهاردة انتاجية متميزة كنا شوفنا الحصات بتاعهم هنبدأ ندخلهم مراحل الغربلة وخلافه واستخدامها في مراحل التقاوي فده كونك ان انت تستخدم تقاوي من عندك فلسوية كانت لأول مرة ان احنا نتوسع في هذا الحاج طبعا 3000 فدان دول يكفلهم زرع حوالي 100000 فدان ان شاء الله السنة الجاية هنزود المساحة شوية بحيث ان احنا نزود نقدر نغطي المساحة المستهدفة حوالي من 250 الى 300000 فدان فلسوية لان انت سيادتك عارف ان محصول فلسوية برضو من المحاصيل اللي بتخدم العلف وبتخدم المحاصيل الزيتية زيها زي عبات الشم بنتوسع فيها زيها زي القطن بنتوسع فيه فموضوع التقاوي المعتمدة ده من البرامج المهمة جدا اللي بتتبقناها وزارة الزراعة وان عندنا يعني موضوعات وتوجهات القادة السياسية ان احنا دائما بنقدم الدعم للمشروعات القومية العملاقة زي مستقبل مصر زي توشكة زي كل المشروعات يعني فيه مجالات يعني متعددة للتعاون معها سواء في مجال البحوث سواء في مجال التطبيق سواء في مجال التقاوي في كل المجالات يعني فاحنا زيارتنا النهاردة كانت لتدعيم هذا الامر ومتابعة كمان التجهزات اللي بتتم للعروة الشتوية الامح والبطاطس والبنجر ايضا عشان نشوف انا وزملاء اللي هم خبراء في مجال الزراعة نشوف التجهزات اللي بتتم وقاليات التعاون لان الهدف هو وزيات الانتاجية طبعا طب معين الوزير يمكن انا خدت بالي وصححني برضو لانا غلطان يعني بس انا ذكرت شوية كده فلاحظت انه احنا بدأنا نشتغل على تقاوي عالية الانتاجية قليلة الاستخدام بالمية في الامح وفي الرز بالتحديد صح كده وطبعا في فول السوية وأظن احنا ايقلنا امح ورز وفول السوية وقطن وهو خلي بالس هاتك كل المحاصيل الاستراتيجية المحاصيل الاستراتيجية اللي هي زي ما حضرها كلتا الامح والدرة والدرة بالذات احنا كنا عاملين يوم حقلي من حوالي عشرين يوم كنا نفسينا تشرفنا فيه وتشوف الانتاج المتميز من التقاوي الرز برضو فيه انواع جيد احنا ان شاء الله يعني السنة دي برضو بنحاولنا اكتهد على نوع متميز في القطن في الرز سوبر 301 مش ده اللي خارنا عليك جايزة؟ ده عالي انتاجية وقليل احتياج للمية وان شاء الله لما هنعمل حصات برضو يا ريت حضرات تشرفنا وتحضر وتشوف التجربة على الطبيعة القطن ده احنا بننتج اصناف يمكن يعني لو حضرات تابعة المعرض اللي كن دولة الرئيس بيتفقده مع مدير عام المنظمة الملكية الفكرية كنا عرضين اصناف من التقاوي دي تقاوي الدرة والامح والقطن وبزور الخضر كل الحاجات دي كانت معروضة لان برضو يعني لو تسمح لي برضو ان ناس كتير مش واخدة بالها ان الملكية الفكرية مرتبطة بالزراع كنت لسه اسأل حضراتك على كده معيني الوزير يعني في الزراع واستنباط اصناف جديدة او تقاوي جديدة باشكال مختلفة او عالية الانتاجية قليلة استخدام المية ايا كانت يعني التعديلات اللي اتعاملت عليك دي كده تصبح ملكية فكرية لصالح المؤسسات المصرية مش كده اه هو لو تسمح لي بس عشان القي الدول لان المورودة مهم جدا وحضراتك برضو يعني اعتقد انا ولتوه بشكل وبتوسع شوية لان موضوع الملكية الفكرية واستقبال فخامة السيد الرئيس لمدير عامل منظمة الدولية الملكية الفكرية واطلاق دولة رئيس الوزراء الاستراتيجية لوسيقة الملكية الفكرية فاعتقد ده تطور جديد فيه بتستهدف الدولة المصرية في مجال حماية براءة الاختراع والتطوير والابتقار والبحث التطبيقية لو احنا جينا نطبق ده على القطاع الزراعي نجد ان مسألة حماية الاصناف النباتية ده امر في غاية الاهمية لانك انت لو ما حامدش الاصناف النباتية معنى كده ان انت مش هتقدر تتعامل مع العالم الخارج ان انت تاخد الاصناف بتاعتهم الكويسة او تدولهم الاصناف بتاعتك الكويسة مش هتقدر تتبادل الاصناف والهجن بينك وبين الدول بدليل ان احنا يمكن يعني صدر مثلا قانون حقوق الملكية الفكرية 82 لسنة 2002 احنا الدولة المصرية يمكن بتنفذ الملكية الفكرية يمكن بمشار المدير عامل المنظمة من قديم الازل لكن بدأنا فعلا في تطبيق القانون من 2002 وصدرت اللايحة التنفيذية 2003 الكتاب الرابع من القانون 2002 بيتضمن حماية الاصناف النباتية احنا في وزارة الزراع انشأنا مكتب لحماية الاصناف النباتية مستقل بيتعامل في تطبيق حماية الاصناف النباتية واحنا كمان من الحاجة الكويسة ان احنا نضمينا للاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية اللي هو اليبوف في 2019 احنا كدولة مصرية فضلنا حوالي 20 سنة عضو مراقب فيه لاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية ولكن انضمينا رسمي في 2019 بعد ما تم تهيئة البيئة التشريعية اللي هي تمكننا من احنا نبقى متوافقين مع متطلبات الاتحاد الدولي بدأنا خلاص نضمينا وبالتالي بدأنا من هذا المنطلق ان احنا نتبادل الاصناف ويبدأ ما فيش خوف بقى الراجل المبتكر او المخترع او اللي استنبط صمف جديد في بعض الدول يقدر يجي جبهولنا هنا في مصر ما يبقاش خايف عليه نقدر نستخدمه وبالتالي بنحمله الصمف بتاعه فده ما يقدر احنا يمكن لو احب بديلك رقم احنا يمكن طلعنا موافقات لحماية اكثر من 506 صمف نباتي بنتعامل 506 صمف 506 صمف نباتي سواء للمراكز البحثية في داخل الدولة المصرية او للقطاع الخاص او حتى للشركات الاجنبية شركات من امريكا من استراليا من اسبانيا من هولندا بنتعامل مع 15 جنسية في مجال تبادل الاصناف النباتية وتسجيلها وبالتالي بقت الدولة المصرية بتحمي براءات الاختراع وبتحمي الاصناف النباتية وبالتالي بقت فيه سهولة ان الشركات تقدر تجيب الاصناف بتاعتها هنا وتسجيلها عندنا واحنا نقدر نود الاصناف بتاعتنا ونسجيلها براء وبالتالي اصبح هناك ثقة في البيئة المناخ وبيئة الملكية الفكرية في مصر طب ده كلام اكتر من رأيه هل في احتمال يا اسماعيل الوزير انه نبدأ نزرع اصناف ما كناش بنزرعها قبل كده يعني انا مفهمش او في الزراعة يعني سمعت حد بيقول وليه مثلا ما نزرعش كانولا باعتبارها من المحاصيل الزيتية بنزرع بنزرع الكانولا بنزرعها يا حلاوة بس دائما دائما اولا بنزرعها على لفل لما تصل يعني لفل اقتصادي بنزرعها انا موجودة في بعض الاصناف دائما التركيب المحصولية كل زملائنا الباحثين بيستنبطوها وبيزرعوها موجود عندنا زراعات بتاعتها لكن اللي بيحكمك في الزراع ايه هو الاستخدام صح يعني مثلا ايه لما كانش بيخلينا نتوسع في المحاصيل الزيتية ان انت ما عندكش العسارات فلما تبقى عندك العسارات ومتتوسع في المحصول لان في بعض المحاصيل عشان تسوقها لابد ان يكون فيه زراعات تعقودية وبالتالي بدأت الدولة المصرية تطبق زراعات تعقودية بشكل اكثر من ممتاز طبقناها في القصب السكر في البنجر في الزرة السنادي يعني باكثر من رائع الامحة كونك تعمل زراعة تعقودية معناها ان انت بتعلن السعر احنا استنادي اعلان السعر الاسترشادي قبل الزراعة بشهر او شهرين عشان يقدر الفلاح يخطط يترم مستقبلية ايه فالزراعة تعقودية هي اللي بتشجع ان انت تتوسع في الاصناف طب ده كلام اكثر من رائع طب انا فاكر ما كنت انا بره بتكلم على موضوع الاشوانجة وبعدين عرفت انه المكتب عند حضرتك رفع تقارير على موضوع زراعة الاشوانجة في مصر وهل هتبقى اقتصادية من عدمه اه اه انت لما حضرتك احنا اي 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 حديث بيتم عن الزراعة او الاصناف او اي حديث بيتناول الزراعة من قريب او بعيد بنأخذ الامر بمحمل جدية وبنخلي زملائنا الباحثين ياخدوا هذا الامر ويعملوا دراسات وابحاث بحيث نوصل لنتائج لو النتائج اقتصادية ومفيدة بنبدأ نلجأ الى اسلوب التطبيق طيب ده يجري على يمكن لو حضرتك تبيعتي لو كان يعني برضو شرفتين احنا كنا عاملين يوم يعني النهوض الحفلة بتاع النهوض بالأمح نهوض الحملة القومية للأمح ايوه الاسبوع اللي فات كنا بنكرم ناس يعني انتجت في الأمح 30 اردب للفدان 30 على الفدان اه طبعا يمكن كان حاضر معانا معالي وزير شؤون مجالس النيابية ومعالي وحضرت جيزة ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب فيه اكثر من شخص جابوا 30 اردب للفدان 29 حتى فيه طاق يعني فلاح يعني انا كنت مخصوص من جدد كان زعلان انه جايز 29 ناص يا انا الجاي هثبت لك ان انا هجيبه 31 و32 يبقى الحقول الارشادية واحنا اصدرنا قرار برضو يعني برضو بناء على توجيهات فخام السيد الرئيس ان احنا نتوسع في حقول الارشادية احنا السنة دي هنعمل حقل ارشاد في كل تجمع للامح يعني كل جمعية فيها هيبقى فيها حقل ارشاد الحقل الارشاد يعلم الناس اللي حواليها ويعلم اخواننا المزارعين بالممارسات الزراعية المضبوطة بطريقة المكافحة بطريقة الاستزراع بالاسلوب الري المناسب موعد الزراع المناسب موعد الحصاد المناسب الأصناف المناسبة إحنا أصدرنا الخريطة الصمطية اللي هي بتحدد أي من الأصناف الأمش مناسب للمنطقة وهنوزع التقاوي على ضوء هذا هذا الخريطة الصمطية طيب في السياق ده حضرتك طبعا سيد العارفين إحنا سمعنا على موضوع احتمالية أو صلاحية بعض الأراضي المصرية لزراعة الشاي هل ده وارد بندرسه حاليا دلوقتي بيدرس بيدرس طبعا ما فيش حاجة سمامة بتدرس أي فكرة بندرس بس لازم بتدرسها لأن انت مرتبط بالمناخ مرتبط بدرجة البرودة ودرجة الحرارة في بعض المحاصيل بتحتاج إلى عدد ساعات من البرودة ليلا في بعض المحاصيل بتحتاج إلى عدد ساعات من الإضاءة في بعض المحاصيل بتحتاج فلازم المناخ يبقى مناسب وبالتالي انت بتقيم التجربة في ظل الظروف المختلفة هل بتجيب الانتاجية الاقتصادية هل بتزيد هل بتقل على حسب ظروف المناخ اللي عندك الأفقار كويس لكن ان انت تحطها موضوع التطبيق لابد ان انت تبدأ تنفذ تجربة على أرض الواقع عشان لما توصل النتائج وتعممها تبقى انت بناء على تجربة وتنصح الناس لأن الناس اللي هيزرعهم زملائنا من الفلاحين والمزرعين دولفر أبتنا لما تقدر تقول ان الصنف ده أقدر ازرعه واقتصادي لابد ان احنا كدولة مصرية نبقى قادرين على ان احنا درسنا وقدمنا الارشاد الصح والنصيح الصح عشان نقول ازرع الصنف ده فلابد ان احنا نقوم بالتجربة الاول وهو ده دور وزارة الزراعة انها تبقى صبرت للقطاع ككل والمزارعين والمنتجين الزراعيين لا والله الوزارة عاملة حاجات اكتر من رائعة بجد يعني تخلينا كلنا نبقى فخورين بهذا الجهد وهذا الاداء من الوزارة انا مشكورك جدا جدا معايا الوزير كل الشكر معايا الوزير سيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي تقدر تقول كده بمنتهى البساطة عزيزي المشاهد وتقدر تقولي كده عزيزتي المشاهد الخلاصة بتاعة كلام معايا الوزير مفيش حاجة متعلقة بالزراعة في مصر لا تدرس اولا ودراسة مستفيدة ومصر بتقوم بجهده بدور كبير جدا في استنباط انواع وفصائل جديدة مصر من اوائل الدول اللي اشتغلت على مسألة الملكية الفكرية في النواحي الزراعي اشتغلت على مسألة الملكية الفكرية